اشتركوا في القناة مجددا بك دكتور مجيب الرحمن إذن تحدثت عن نقاط قوة للمسلمين في الهند في ظل هذا الضعف الكبير الظاهر هذه الأحداث التي تحدث يوميا والاضطهادات والاعتذاءات لكن هذه الفرص التي ذكرتها منها حرية الدخول في السياسة حرية التعليم أيضا المساجد كنقطة قوة كبيرة للمسلمين لماذا لم يستغل المسلمون هذه الفرص؟ نعم أما بالنسبة للتعليم فالمسلمون استغلوا هذه الفرصة نعم بعد يعني في وقت الاستعمال البريطاني كذلك وبعده أيضا جميل وللمدارس الإسلامية الشرعية دور كبير بارز في الكفاح مع الاستعمال البريطاني وتحرير الهند وهذا حديث معروف له دلائل في مجال التعليم استغل المسلمون هذه الفرصة استغلالا جيدا فتحوا مدارسهم المدارس الشرعية في مئات الآلاف بل الملايين ملايين مدارس شرعية موجودة وهذه المدارس هي التي احتفظت الإسلام والهوية الإسلامية احتفظت بالهوية الإسلامية في البلاد جميل فبهذه الناحية الحمد لله استغلوا هذه الفرصة نعم ولكن هذه الأيام المدارس كما نشعر كما نشعر مهددة المدارس الإسلامية المدارس الإسلامية يشعر أهلها ببعض الخوف لماذا؟ لأن في ظل هذه الأوضاع المتشددون المتطرفون يعرفون جيدا أن هذا هو منبع القوة الإسلامية في الهند فلا بد من تجفيف هذه المنابع فهم يستهدفونه ولكنهم حتى الآن لا يجترئون على إغلاق المدارس تماما أو هدم المدارس تماما أحيانا يحدثون بعض المشاكل للمدارس هذه المدارس الإسلامية الموجودة في عدد الملايين إنما هي لا تأخذ أي فلس من الحكومة تعمل عملها بتبرعات المسلمين في داخل الهند يجمعون الفلوس والربيات مثل حبات السكر من أفواه النمل وهم ينفقون عليها والحمد لله يعني لهم دور كبير في هذا المجال فهذه القوة موجودة الحمد لله والمسلمون يستغلونها في هذه الأيام ضعفت دور هذه المدارس في ظل هذه الأوضاع لماذا؟ جراء الضغوط يعني جراء الضغوط وإن كانت الضغوط ليست كثيرة ولكن موجودة والمدارس تعمل عملها جميل تربي الأجيال جميل وتخرج الناشئين وتربي البنين والبنات في عدد الملايين كل سنة جميل والنقطة الثانية كان يعني مثلا حرية الدخول في السياسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر